تورط قطر في دعم الإرهاب وعملها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة كلها وسائل تبرز غايتها الكبرى وهي بسط نفوذها وتقويض دور جيرانها في المنطقة وهو ما أكد عليه الدبلوماسي أحسين حقاني سفير باكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السابق موسيقى موسيقى أعتقد أننا يجب أن نفهم 313,000 أجلسين هذا ما هو موسيقى 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 فما سيقران؟ سيقران للمنزل، سيقران للمنزل، سيقران للمنزل، سيقران للمنزل، والذي اتخاذ السيء، تشيط مع الانترقية لنصبع لتحب أخيره، لأنهم لا يمكنهم النزل فرمان فرمان، بعد كل كلهم من 313000 أجل، من أجل أصبع، مجموعة من منهم، لا يمكنهم للمنزل جميع الكثير من الأمم. ومع بسبب الأمريكي منهم تحبه نفسه بشكل مدينة وحافظة، وحافظهم يجب أن يحبونون بالتحديد منهم، امره سيكون اما الان انتظار عن الاندنيات اسمه لكن فان الان الان نجد من الاندنيات اسمه علينا أن نتطلب معماتات اوال حياتي اخرى مما جوارات الاندنيات سعودية عربية اسمه وذلك مجردون المسلمين هو هذا المنطقة عن هذا المنطقة عن نهاية بنقادب الاسلامية امامة العالمية اسمهم هو هذا المنطقة عن تطور لذلك علينا انجلهم أفعادستان وزم الله بينما انهم دون نهاية على قبل ان يأتيب صالح So basically what they're trying to do is essentially punch above their weight by on the one hand, having an American base, on the other hand, promising American officials all the time. We are about to act against these people whom you see as bad actors, but whom they do not see or publicly proclaim in their own societies as bad actors. And then allowing that money to be used to put out, put fires here and there, which they think a keep them relevant and important and B there are fires that are not going to engulf them because they are far away.